هل ربطت مدونة علاقة حب بزيادة الرحبانة؟ هيدا سؤال على جوجل كنت من أول الفنينات اللي تعاون معهم زيادة الرحبانة بيرك تهريه ونزل السرور شركت معه بقلبه عم بحكيه انت بالخمسة وسبعين ايه كان يعلم انه كنتم مقرومين ببعض يا عم الله كان استاذي بعلمني موسيقى ويعمل لي بوكاليز على صوت بس كان رح يسير شي بعيناتك لا اخر فترة لما كنا عم نحضر كان به المسرحية وقت لي قلت لي اعطى الاشتياح القصية بتمني نتعب بحكيه استلطاف بعدين لما جينا بدنا نعمل مسرحة جديد وكان وقتها عملي غنيت لا بحبك ولا بريدك قالوا خير والعادة ان يعتاد الانسان وعادة فكل يوم اتعود علي انه موجود حسيت حالي انه كثير مبسوطين بعدين خلاص وضلاتكم مبسوطين مالما تلاتكم بعدين راحت القصة راح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر